اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في النظام الجديد بتاعها لأول مرة 32 نادي من 15 ستة لتلتاشر سبعة السنة الجاية يعني عشر خمسة وعشرين فانت الاهل تأكد مشاركته الوداد المغربي تأكد مشاركته لسه تاخد اعلى نادي افريقيا في التصنيف وتاخد بطل دوري ابطال افريقيا النسخة الحالية من اسيا تأكد مشاركة الهلال السعودي وقروا الياباني ولسه في مقعدين في امريكا الشمالية في مونتير المكسيكي وستالا ستاندرز وليون وفي بطل الكونكا كاف من امريكا الجنوبية بالمراس البرازيل وفلامينجو البرازيل تأكد مشاركتهم ولسه يبقى في بطل الكاس لبيرتادورس وبطل نفس النسخة بس عشرين اربعة وعشرين واعلى فريق من الكونكا كاف في التصنيف من اوروبا بقى العمالقة اللي تأكد اشتراكهم في البطولة وهي هي ديت على فكرة الازمة هتبقى مش مع الاهلي بس مع الاندية اللي انا هقولها لكم لان دول عندهم نجوم من افريقيا محترفين في اوروبا في الاندية دي هيجوا مع منتخباتهم الافريقية في المغرب ولا يروحوا مع انديتهم في امريكا الازمة مش مش بس عند الاهلي يعني لما تلاقي منشستر سيتي الانجليزي وتشيلزي وريال مدريد وبايرن ميونيخ وانتر ميلان وبنفيكا وباريس سان جيرمان وبورتو البرتغالي ولسه بطل دوري ابطال اوروبا نسخة 23-24 واعلى فريق من الاتحاد الاوروبي في التصنيف كل الاندية دي الكبيرة عندها نجوم تقال من افريقيا هيبقوا محتاجين يكونوا مع منتخبات بلادهم في المغرب هتبدل منتخب ولا النادي بقول لكم الازمة كبيرة اوي طيب وفي الاوكيانوس تأكد اوكلاند سيتي النيوزلندي نظام البطولة عشان افكركم بيه يعني تم التصديق عليها انه بيضم النظام الجديد 12 فريق من اوروبا واربعة من افريقيا وزيها من اسيا وامريكا الشمالية وست فرق من امريكا الجنوبية وفريق من الاوكيانوس مع وجود ممثل للبلد المضيف الحقيقة المشكلة الكبيرة ظهرت امتى ظهرت في بيان للجامعة الملكية المغربية الجامعة الملكية المغربية برئاسة السيد فوز الاقجع اول ما المنتخب المغربي خرج من بطولة الامم الافريقية الحالية الجامعة الملكية طلعت بيان بتجدد السقة في وليد الرجراجي المدير الفني وبتقول الجمهور المغربي خليكم مسندين لنا الفترة الجاية مهمة عندنا كاس الامم الافريقية في بلادنا صيف هذا العام يعني هي كلمة صيف هذا العام اللي كشفت عن المعادل اللي هتتلعب فيه كاس الامم لانه كاس الامم بالضبط الطبيعي انها تتلعب في الصيف اللي حصل تقديم لها في الشتاء استثنائي انما اللايحة بتاعة البطولة انها بتقام في الصيف فبالتالي في المغرب هترجع للمعادل الصيفي بتاعها فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية ونافس في الكاف ونايب رئيس الاتحاد فكون انه يطلع بيان يقول ان البطولة في الصيف انا سألت صديق صحفي مغربي قال لي لا الكلام مش منفراغ احنا بنتعامل في المغرب على ان البطولة في الصيف مش في يناير اللي جاي ابدا فبالتالي البطولة في الصيف حتى الان ايه اللي هيحصل منتخب مصر هيروح المغرب لكاس الامم الافريقية بنجوم الاهلي ولا الاهلي هيروح بلعابة الدولين امريكا الكلام يا جماعة مش بعيد انتوا بتتكلموا انه الاتحاد الافريقي عنده اجتماع لللجنة التنفيذية يوم عشرة بعد بكر على هامش نهائي كاس الامم في ابي جان اول حاجة لازم ان يعملها يثبت معاد البطولة الجاية لانك شي طبيعي جدا مدام هتعمل تصفيات البطولة الجديدة هتقول النهيات هتتلعب امتى اه هي محسومة ان هي في المغرب في 25 وفوز الاقجع في بيانه بيشير ان هي في الصيف طب دي في الصيف ودي في الصيف ايه اللي ممكن يحصل لازم التنصيق بالاتحاد الدولي واتحاد الافريقي واتحاد الافريقي ودي مسألة انا مستغرب جدا هما بيعندوا مع بعض يعني الاتحاد الدولي يعمل نظام جديد للبطولة اه ويهموا انها تنجح تقعد شهر وهتقعد شهر كاس الامم نفس الشيء اه شهر بل هو احنا حراما ان احنا نستمتع بالبطولتين ليس من صالح الكرة العالمية والافريقية ان احنا نستمتع بالبطولتين لابد ان يحدث تنصيق ودي مسؤولية الاتحادات الاقليمية والاتحاد الدولي والاتحادات المحلية ايضا يعني انت الاتحاد تقعد بلدك لازم يتبنى هذه القضايا من الدرمات اه واذا كان لك ممثلين يجيدوا عرض المشكلة لان مش كل يوم والتاني هنقعد في القصة دي يعني انت تعتصف كل هدي الاموال عشان كل ما جيلك بطولة مهمة تلعم غير نجوم والمرة دي ايه لا مش هيحصلوك على البطولة ده تحتلعب من غيرهم اه طبعا فما ما عرفش ارجو ان يكون في محاولة جدا على اعلى مستوى رياضي ان تتحل ومنسبهاش لمرحلة ليس كل ما يعرف يقال مش هيقال بقى ولا ما فيش طبعا انا كانش في حاجة تقالي هو احمد مجاهد ساعتها كان حسن ايه يا عم قالك كان فيه اتفاق بين امفنتينو انه هيحصل تصويت داخل الاتحاد الافريقي على تأجيل كاس الامم وكان الاتفاع على هذا التصويت سري كان هاني ابريدة وفوزي لقجع واخدين اتجاه تأجيل البطولة بتاعة كاس الامم لكن واضح ان صامويل اتو في الاتحاد الكابروني قدر كانت مطروحة للتصويت لا ما كويس ولما يكون حاجة مطروحة للتصويت السري استنتج انا ان التصويت السري هيأجل كان متعهد بكده هيأجل انما معرفش الفين وصاد بقى الثورة بتاعة صامويل اتو في غرب القارة وقدر يحشد كل الانتحادات الافريقية معاه ويحافظ للكاميرا عن البطولة تتلعب معادها ليه وتعلالوا طبعا ان البلاد مش جاهزة هو صامويل اتو مش سازج ما هو عنده فرق هتشارك في كاس العالم الاندية وليه هي لعيبة ما عندوش حد اللي حتش احنا 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 وفي فرق هتشارك في كاس الامم وفي افريق فبيخلق لك مشكلة ليه ما خلق لكش مشكلة مش انت منافس وانت اللي كنت لعبت معاه الفينال انت دلوقتي مطلوب لحال بادري بقى البطولة اللي قابلية انت اللي وصل معاه الفينال طبعا من دلوقتي لازم يبقى فيه كلام طيب كلام ايه يعني من حسب الاجتماع بتاع يوم عشرة بتاع يوم عشرة ثبت المعاد وقول للفيفا حل المشكلة يا مش تثبت ايه شرك مندوب الفيفا ولو بدعوة يحضر الجلسة دي او بينسقهم عام من قبل الاجتماع لا خلي بالك هي فيه اهداف تسوقية هنا وهينا اه خلاص اه يعني النظام الجديد اتحاد الدولي عملها لأسباب تسوقية فعظم عدد الفرق وعظم انه يجيب اكبر عدد من الفرق التقيلة اه وراح امريكا امريكا يعني هناك كل حاجة النفس بفلوس فالتسويق حيكون له امية قصوى لا وكاس عالم 32 نادي ما انا بقولك اه طيب ما هو دي مصالح هتتضرب مصالح هتتضرب يعني لو الفرق رحيط لك ضعيفة مكحكحة خصوصا الفرق الشعبية هونتو انت متخيل ان النادي الاعلي عشان في امريكا مش حابقاله جمهور الجاليات العربية والمصرية هي اللي حتمل الملاعب هي اللي حتمل الملاعب صحيح طيب نشوف الزميل محمد شبانا وهو بيستعرض هذا التعارض الغريب الحقيقي انا ما ببقاش مصدق هذا التضارب في الموعيد انه كاس الامم الافريقية هتطلع في صيف 25 من 15 يونيو ل 15 يوليو وكاس العالم للاندية من 15 يونيو ل 13 يوليو حاجة غريبة جدا 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 يعني الاتحادات دي بتعلم ده ازاي انا ما عرفش يعني حتى المغرب نفسه عنده اندية مشاركة في كاس العالم للاندية بس المغرب من الدول ما عرفش هل هيتأثر بمشاركة الوداد ومعندهم محترفين كتير يعني هوا ما عندوش مشكلة يمكن بمشاركة الوداد في كاس العالم للاندية في نفس الوقت كاس امم افريقي انا ما عرفش لكن احنا هيبقى عندنا قزمة كبيرة جدا الاهلي عنصر اساسي للمنتخب رافض اساسي للمنتخب تعالا نشوف اخر ما تشاهد للمنتخب تمانية في قيمة منتخب مصر منهم على الاقل ستة اساسيين من نادي الاهلي طب الموضوع ده هتحل ازاي محدش عارف ازاي النادي الاهلي حيلعب في كاس العالم للاندية وعنده لعيبة تلعب في كاس الامم الافريقية هل الاتحاد الدولي حيأجل انطلاق مثلا كاس العالم لقد ما تخلص كاس الامم طب وهل الاندية الاوروبية هتسمح ما دي قصة تانية كيف سيتعامل النادي الاهلي ما شوف شو ما انا بقولش اتحاد الكرة ازاي بعتبره مش موجود الناس طيبين ورحم الله امرين عارف قدره نفسه يعني ده بغربش ابرو مية كيف سيتعامل النادي الاهلي مع هذه دي ازمة كبيرة جدا 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 لا مسالة الاتحاد المصري اعتبره مش موجود لان قدر نفسه هو قوة الاتحاد المصري مش مستمد من من الاشخاص هنا ما استمد من المكانة والوضع الكروي المصري القوي بس استخدمه استثمره والتاريخ انت لا تستثمر المكانة الكروية لمصر بالشكل اللي يخدم الكرة المصرية يعني لو الاجتماع بعد بكرة في الاتحاد الافريقي اللجنة التنفيذية ما حسمتش المسألة الاهلي والاتحاد المصري يسرعوا بالخطاب الاتحاد الافريقي يا عم من دلوقتي ليه ليه تستنى الضغط بعد ما يبقى الموضوع صعب من دلوقتي لان انت اشرت النقطة مهمة لو الموعيد كده فيه ناس هتسوق وناس هتطبع التذاكر وناس هترتب أوضحها على موعيد اذاعة المباراة اه طبعا الاقبال على التلفزيون في البطنتين مش هيت مش هيت يتأثر هيتأثر حوة السوقية في كل بلد هيتأثر وبعدين انت كل بطولة انت برضو من حقك تروح للأداف الكبرى حيبقى فيها أموال وحيبقى فيها جوائز وحيبقى ما انت بتمول نفسك ازاي هو انت كل المصاريف اللي بتصرف دي بتعتمد في جزء كبير منها على انك بطل وانك بتجيب عوائد بتعينك على تحمل مسؤوليات انما هو المطلوب يعني انك تبقى على طول بتصرف ولا تجني طمار انفاقك لنفسك والمصلحتك يعني هو انا بتطالبني ان ازرع وقلقي بالمحصول الى البحر او غير ياخده جزء من المحصول اللي الاهل بيزرعوا صفقاته لانه بيصرف على تدعيم فرقته وتقويتها دكتور طا اسماعيل له رأي في هذا التحول النوعي في صفقات الاهل وان الاهل يبدأ يهتم بجلب لعبين افرقى تحت السن لرعايتهم والاستثمار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة